لكن اللي أنا عاوز أقوله الكتاب يقول اغضبه ولا تخطئه شيء طبيعي إنه الإنسان يخضب هاي الله حط فينا العاطفة مشاعر حتى ننفعل أو نعبر عن شيء معين اللي أنت مثلا مش حابه أو شايفه غلط فمثلا يعني أحسن مثل هو الرب يسوع المسيح كان موجود في مجمع لليهود وكان فيه رجل يده يابسه وكانت العيون شاخصة ليسوع شو رح يعمل هل رح يكسر السبت فيسوع المسيح سأل هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر تخليص نفس أو إهلاكها فسكته فنظر حوله إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم يعني كان فيه غضب يعني لما تطلع عليهم كان في حالة غضب يعني إنه كانوا بيهتموا في شرائع السبت أكتر من تخليص إنسان وعلى فكرة هو يتكلم أنه يمد يده حتى ما كثرش السبت أو عندما كان يسوع في الهيكل في دار الأمم غضب ومسك صوت وطرد الباعة والصيارفة وقال بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب وأنتم جعلتموه مغارة لصوص فبالفعل غضب على الناس اللي بتستخدم الدين وعم بتتاجر في الدين لمصالحها الشخصية اشتركوا في القناة